علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع بغير مين أما التكاليف ففرض سنة إباحة كراهة وحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد أصول فيك درسمز دامتنا بس أدكان درسمز دا سنة تعالوخ لي مصاللارنا ذكر خيانبولدك بقنك درسمز وبنانك درسلارمز الموزوس المباحث اللفظية اللافزة تعالوخ لي مصاللار بحث قوله ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة مالف رحمه الله يتبوني يعني لهمبيعث وقت يغب تكير يغب تكير في الاجملبيعي يحتم علماء الأصول بمباحث الكلام وأقسامه وهي مباحث نحوية وبلاغية أصول علماء الأصول تفضل كلام وأقسم الأصول وهو تواقرات الأصول وهو مباحث نحوية وبلاغية نحوه تعلق لبلاغات تعلق للموزول وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه لأنها هي مقدمات مقادمة حيث أن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة لأن أصول علماء كتاب السنة استنبادها وفهم الكتاب والسنة والاستدلال بهم كتاب السنة تشنش وهو دليل صفاته هناك نصبح من الكتاب والسنة ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباد الإحكام من الكتاب والسنة أصلاح هناك الكتب أصلاح هناك كتب إنه نسخة من الكتب والسنة يقولون والله من الكتاب والسنة نحن نفسه يقولون أنه نسخة نسخة السنة لذلك لغات من علماتمل لا يخدم أيnik من حكوم من علمات مستوى فأنا نعلم بأن الشرعي علم هذا من 7 المبكر فاقه المبكر من أجل حدا والب 같아서 شرعي علمات مبكة و حدا خبر نسخ ثالب المصطلح لتعلق المصار... من السبب ، الآن من الأخدام التي تتحدث مصطلح لها جميع الأمر مصطلح لها جميع الأمر وكالتخبار الأمر يعني أنهم بالتأكيدون أنه كان الكتب مبطقة وحضر بالحالة كيف هذا هو خالر. أعادة طلب من السبب شعب بطبيط أيها الأطفال لا بأمس final هذه هي المصنع التي تدعم الكتابات على مكتابات كما يترحون هذه المطأة من كل شيء ، ومن شيء كل شيء ومن كل شيء كل شيء يتحرك مجموعة كل شيء ومن شيء كل شيء وفي شراء في النهاية أخرى في نهاية النهاية مجموعة قوله ثم هنا أبحاث الأبحاث جمع بحث وهو لغة التفحص والتفتيش يعني هذا الموضوع بحث 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 يقول بحث يبحث بحثا إذا أثار الطرابة ونحوه عن مكان يدفن شيء يعني بحث كيف تفرخ مثلا ونحوه عن مكان يحوه بحث يحوه من أحوه عن مكان يحوه ونحوه عن مكان يحوه من فضلك بحث يحوه أو يحوه عنه وصطلاحا إثبات نسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال بحث كلها تفهم بحث كلها تفهم بحث كلها تفهم ثم هنا أبحاث بيطة مؤلف رحمه الله ما هي لغوي مانانة كذلك؟ لغوي مانانة لكن هناك تأريف جرجاني رحمه الله التأريفات كتابة تأريف بيطة حكومة تعريف بيطة حكومة تعريفة ماذا؟ إثبات الشيء لشيء أو نفيه عنه هناك تأريف بيطة حكومة تعريف فقط أن تعريف بيطة حكومة تعريف حكومة تعريف الأولى إثبات للإيجابية أو إيجابية أن تعريف إثبات أو الإثبات yaniט إثبات يجب أن كان إيجابي النسكت دوركم يجب أن يعرحنا أن تعريف لقية نسكت يتبعون ذلك هذا الإثبات النسبة الإيجابية بين الشيئين بين قيام وزيد قام زيد أنت أثبت النسبة الإيجابية بين زيد و القيام هذا يتبعون ذلك كيف يتبعون ذلك ذلك الإيجابي سورة يعني إثبات قلت وزيد ترد ذلك ذلك قائم يتلك نسبة الإثبات النسبة السلبية 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 نسبة الوصف إسباط قلش أو نفيه عنه دماغ صحره بحث نمب لن تعرف قل ابتة شكوم ن تعرف بلن تعرف بلن تعرف بلن يعبت هذا علاقة المطور نظر له بحث و Bildها معنى يعني بحث نمب به رسالة إرشالك يوم برسيلة شto بحث عرقالي ستزال بحث عرقالي ستزال شو إسباط شي ل شي قاطعا إرشالك بحث عرقالي إرشالك بحث بو أردك وسيلة خلاص شكومنا اوزنا تعريفنا بيرش إشكال شنان لغا والله هالم قوله منها اللغات أي من هذه الأبحاث اللغات وهذا هو البحث الأول واللغات جمع لغة وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم لغات مسالة لغاية قوله ومنها اللغات توقيفية أي تعليمية أَلَّمَنَ اللَّهُ تَعَالَ íيَّهَا قالوا الغذرا الله سبحانه وتعالى تعليم بيري توقيفية ومعلم أعرف كل من تقول لغة يلحثه كل من تقول لغة فالنة تعليمون تعليمون وما تعليمون وما تعليمون إلحام بربيب أو تعلام بربيب أرغبت كامل هو مسألة لغتلالة أصلا توقيفية أو إصطلاحية خلوه بارشو مسألة ذكرقل يابت دمك برينش قول اللغات توقيفية يابت توقيفية الله سبحانه وتعالى اوزه أرغبت كامل دمعش قوله للدور ظاهره أن اللام للتعليل متن صاحبه يابنه ظاهره لدور ديجان سوزه توقيفية لغتلالة إلحامة لماذا توقيفية لغتلالة؟ دور بغانه لكن ظاهر مرات مست وأن الدور إلحامة لكوني اللغات توقيفية دور بلشيك أو دور بلشي بلغتلالة توقيفية بلغتلالة إلحامة أو سبب أو دليل ذكرقلني يابت وكيف توقيفية مرات مست وَإِنَّمَا الْغَرَضُ بَيَانُ اختيار القول بالتوقيف بلغتلالة توقيفية لغتلالة توقيفية سوزه ببطبع دورين سببه ببطبع توقيفية ببطبع توقيفية هذه سبباتة دور لأن الدور بلشيك بلغتلالة ومخصوصة سعرى وبطبع السرخ دور توقيفية دور ولكن سبب كمير، تم تصبحы حتح في التي كافتها بى ث는지 ا overthrowه لديهandinavский سبب آخر لمشاهدة سود!! ation لمشاهدة لغائف التلميسة لَي تبيل فيه بدة طفيل زودنا بالمتالجا معروف التلميسة لكن لا يوجد من ان انهت من فقدة الدعوрий فترة داور بميدي. إصطلاحي ديغن سوز داور بغار. لكن توقيفي ديغن داور بميدي ديماحش. داور ديغن مقصد بنا ذو بكشيسي تطوشقيين. ذو بكشيسي تطوشقيين. تطوشقيين. لكن ما بغن ديغن؟ همه تشين لديه مسال تخم طوخ ديغن مهما تخم ديغن مهما. يعني برناسان برناساب لن بغل يسز ونرسان اساب لن بغل خولها داور ديغن. و هذا دليل القائلين بالتوقيف وتوضيح الدوري. خاصة مانا شو نمجا داور بغار ديغن يأبت. يعني إصطلاح دب إكنشي لغتلار إصطلاحي دب إكنشي سوزني أيتسك بند داور بغار. ديغن سوزني إيزاح ويرب أيتبتك أننا إذا كلنا إصطلاحية فإننا الإصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداعي للإجتماعي للوضع. و هذا لا يكون إلا بوجود لفظ معلوم يعرفونه قبل الإجتماعي للإصطلاحي ديغت. أغسق ليغن. لغتلار الأسلاء تلار الأسلاء الله تعالى أرغتت مى مثلا آدم عليه السلام آدم عليه السلام زرريات الله أرغتت مى بيتمى بيتمى من هو طاق من هو نرسى مثلا ير من هو أسمن من هو تاش تبترى أرغتت مى هذا بالنشقل توقيفي ديغن لرن سوزي توقيفي ديغن لرن لغتلار الأسلاء يا الله تعالى بيتمى بيتمى أرغتت مى مى شونا آت فلان دي فلان دي يلوكي إلحام قلبك سوزي مى شونا آت شوئي ديغن لغن ديشهد أولاكي إلحام توقيفي ديغن لرن سوزي أولاكي إلحام لغن يوسéré بيوتاكي إلحام مى شونا آت فلان ديغن لغن أينطبال من هو اصمانaczy موضوع سوغ من موضوع مشلق موضوع ديغن موضوع سوزي منخلقة الموضوع موضوع 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 somebody موضوع لأن هناك إصطلاح لديك هناك في مراء. هناك افروس تجاني إن كان إصطلاح لا يتمو إلا بخيتاب ومونادات وا Vilعل الايجتماع الالوضع يا إه plasma، هنا شجرة التي أعلن كتاف لم أن يبهر و 그랬راءari وجدين وجدت deven よجل أoration فبشرية معرفني ان refuse رجل الأرسان تعب في أ pussyكي شيء فCRI ن兩ول قلت Illμαات نبدر صبحت للصبت على كلوا نفسه عنه لا يعود ال Mercedes preserv دي إنتبه و العديد سؤال النظرا لكم Wander فيه قبل الاجتماعي للإصلاح كلشيese لكنهم معم بارد صبحتا أظهر ال ليس من يتبعد 결ما أنذه عن اصطلاح كلشيوا إنتبه كلشي يتبعد ولل من conocer ما أعطب estáとهضبعل القبر الأبر befنكم ستبعد وال Dowية printré كان لهم قوله وقيل الإصطلاحية هذا القول الثاني في موضوع كون اللغات توقيفية وإصطلاحية لغات توقيفية وإصطلاحية مثلا لغات توقيفية وإصطلاحية وهو أنها إصطلاحية أي عرفة بإصطلاح الناس ووضعها البشر واحد أو جماعة إصطلاح عليها لا يمكن أن يكون لغات توقيفية وإصطلاحية وإصطلاحية لغات توقيفية وإصطلاحية قوله وإمتناع فهم التوقيفية هذا القول الثاني وهو أنه إصطلاحي دولة والضمير في قوله بدونه عائد على الإصطلاح والمعنى أنها إصطلاحية لأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الإصطلاح لا يمكن أن يكون لغات توقيفية وإصطلاحية لغات توقيفية وإصطلاحية لغات توقيفية وذلك بأن يكون لفظ صاحبي التوقيف معروفا للمخاتب لكن يمكن أن يكون لغات توقيفية للغات اصطلاحية لغات توقيفية لغات توقيفية وإصطلاح قادرة لغات توقيفية ما في استطلاح توقيفية الها يقول قوله وقال القاضي كلا القولين جائزين في الجميع وفي البعض والبعض أي يجوز أن تكون اللغة كلها توقيفية ويجوز أن تكون الصلاحية وقوله في البعض والبعض أي يجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها الصلاحية ثلاث التوقيفي ويرى التوقف في البعض لأن توقيفية وتوقيفية وصلاحية من هناك أجل الجميع يكون هناك الإلهام هم يمكن أن توقيفية وصلاحية وصلاحية ثلاث التوقيفية وصلاحية ولكن من يجب أنه يوجد الأشياء في البعض لأنها منذ أنه لا يزال. وأن هذا يؤ pseudo بذلك ، وgefائرنا كذلك وفي المعضل حقا تقول الأمر بأنهم الأفضل لا يزال الاقليلاًها هذا النوع من النوع من الحقومة يعني له أنه يوجد انه هناك احتمال لكن في الحقيقة هذا الغني أمر لا يزال الاقليلاً والنقليلاً أما الواقع من اللغات هل هو من التوقيف؟ هل هو التوقيف أو الاصطلاح؟ فهذا لا مطمع في معرفته يقينا يقينا يصفى ما نشو اهتمال كش لديه؟ إذ لا دليل عليه من نص ولا مجال للعقل في معرفته وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة إرادية في أصول الفيقه وما يأثنون كذلك؟ ما سنتوقيف أن يكون هذه أصول الفيقه ومسؤلون مجال؟ لأن الذين بحثوها من علماء الأصول والعربية لن يصلوا إلى نتيجة قاطعة كيف يتم توقفوا له امتقدم الوصول يتحدث على اللهم؟ الأمر يتحدثون كلامه في مسألة لا يرتبط بها تعبود وهو يقول إنها لا يرتبط بها تعبود والإهتمالات المتحدة لأنه سيدينا البراجة التي يقترب عليها ومشي Commsلطة أمال لا يرتبط الأمال يعني أملة لا تدعو إلى شكل مناقب ولا تدعو إلى ما عرفته وقد قد قد قام بسيطنيه عن ابن سبك أنه قال الصحيح عنده، أنه لا فائدة لهذه المسألة وهي لا ي Lauraogenous بفياحة بكل مصر الجديد لا يستطيع الفكرة يعني أضادة القوائد في الواقع وrotها مصر مصر غير في المصر أو أكيدة وك IR اقيدة لأنك يدر بالحكيم فقعنا لفكرة هذه المصر مصر في عبد المصر هناك جديد الجديد وَهُوَ الَّذي صَحَهَيْا بُنُ الْأَنْبَارِي وَغَيْرُهُ وَلِذَلِكَ قِيلَ ذَكَرَهَا فِي الْأُصُولِ وَلِذَلِكَ قِيلَ ذِكْرُهَا فِي الْأُصُولِ فُضُولِ أصول دا بو مسألة ذكر قلش فضول ديجانا أرطش نرسب أصول في ختم ما سبو وقال بعدهم هادي مسألة طويلة الذيل قليلة نايل بو مسألة عادتا وزوج داهم ازاق بحث قلنا ديو لكن سمنا سكم بغام مسألالر من شو كلمان إشلاتش مشهور عالم لارد مسألة طويلة الذية قليلة نايل دم الشناقة أزل لكل مشهور عالم Meh طويلة الذيل دم شناقا أزل لكل مشهور عالم وجدا إزاق بعضがسب، لكل نتيجة بس أكثر علمال مجلس من الخالف أصول أن كل سؤوله من الخارش أكثر علمال مجلس مجلس من خارج sunshine علمات التوقفيةً لديل ولم يقول الله سبحانه وتعالى وإِلَّمَ أَدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَى آيةً دلل بلده أيضا الله سبحانه وتعالى وأنه فقط هم مرسل من اسمهم وملكتد وملكت الأولى الآن توقفية الآن في الوافق ولكن الأخرى الأولى كما توقفيةً لديه ولكن إذن أنت لديهم بعض المؤلمين قالت استلاحي بغن لغتل بار شك شفه فزاوزمز شبه بليهبمز يوخ نرسالر بليهبت ده استلاحي يوخ نرسالر بليهبت عدن بمغن نرسالر بار حتى مثلا مجمع لغة العربية مده اسم ده يوخ حظر اوشه بر عرب تلو عرب شناص مسلا علمونا اوز يوخ نرسالر بليهبت اوز يوخ نرسالر بليهبت اوز يوخ نرسالر بليهبت استلاحي بغن لغتل بار اعلم لغتل بار لكن همقى باشلا نشده بغن لغتل بغن اللهم بلاد شنال لغة قوله فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها قوله بدلالتها متعلق بالعلم والمعنى أن التوقيف ممكن وذلك أن الله قادر على أن يخلق في الانساني علما ضروريا بالألفاظ ومدلولاتها فيعرف من غير فهم سابقين كالطفل مع أبويه هذه المعنى لغتل بغن لغتل توقيفي نحن نحن نعطي لغتل بغن بغن المعنى لغتل بغن السلحي توقيفي يتوقف لغ دي complicدي لازم يبدو هذي لن تمثل مؤلفة تصمير أرده ويقف لله ، يمكنك أن الله تسمي وضع الشاشة وضع الشاشة يمكنه و يمكنه ويؤكد أن يصدر يخلق على الإنسان بالإنسان يجب أن تكون حيث لا يستطيع لك لا يستطيع لك الحجوم للغاية ربثة غير وانا ترسل السنوات الآن الارضة للصوصة أصرع بلدى من أن المرسل قدمت الظat أيضا ولكن لذلك فأي إعرف من غير وجده من سبيق أولد ان... لذلك النرسل سببت توقيف صاحبين توقيف صاحبين إذن شيء عشباله هل كلاما صاحبين مجرد شبك من شاحبين مجرد حأنني ذلك فقط أن توقيف أن توقيف ويجوز خلق العلمي وابتداء قومي هذا يحتاج إلى احتمال عنده بالوضع على حسب الحاجة ويتباعهم الباكون قوله وابتداء هذا معتوف على خلق والمعنى أن الإصطلاح ممكن أيضا يعني إصطلاح هم ممكن فيبدأ قوم بوضع الألفاض للأمور التي يحتاجونها ويعينهم الله تعالى ثم يتباعهم الباكون ويحصول التخاطب بينهم باستلاحة هذا مستخدام حكم مستخدام دائما وفقا جميع مستخدام الألفاض للأمور توقف اشنا ان تقوم بسرعة هنا ويحصول معتوف اشنا ويطرحوا حقا جميعا وبتالما كانت مستخدام الألفاض التي كانت منها من المستخدام الألفاض التي كانت بسرعة سرعة لقد قلوه وابتداء فقومي الآن في البحث مثلا اسم لار قياس بلان صابت بولشون كم يوما القائل هو القاضي ياعكوب من الحنابلة كما في الروضة يعني ثم قال دبترب مؤلف رحمه الله أنا شو سوزنا أجق كم جان سفاتبير جان لغن أيتما جان لكن شارخة ايتبتكي شو قالنا فائل كم يكن ياعكوب من الحنابلة ياعكوب من الحنابلة القاضي ياعكوب وهذا البحث الثاني من أبحاث اللغة وهو هل تثبت الاسماء قياسا اسم لار قياس بلان صابت بولادم يوما ومعناه أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفت فيه يعني مثلا صورت شونا إبارتك عرب لار برعب نارسانا ومداغ برصفتنا ايتبارغ ألب برنام برغن بوسا وشا نارسة ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر فهل يطلقوا عليه ذلك الاسم مثل لفظ الخمر يطلقوا على عصير العنا بالقادفي بالزبدي لفظ الخمر كلمات كي tails لماذا يفعل puesto أنه كوپر يطلبه إ refuses شربات你有 من اسم الشربات كان هناك كوپر يطلبه وهذه التسمية لأجل صفة فيه طيب عندما يكون لأجل صفة فيه لأجل صفة فيه وهي مخامرة العقل أي الإسكار عقل نكرس لكي يكون يعني ماسق لديها صفة لكي يكون خامر فإذا وجدنا هذه الصفة في النبي الآن هم العقل ادي الأكمام حرماستك بشهر sera حرماستك لديها يعيش اخطر بالجيتي احين يمكن أحيانات الإس suspects يمكنك التقليد النبيين دمه في Tabas إن دهس موسيقى إسهار ويطلقوا على النباشي وهو سرق الكفن الآن كان يحصلون بإمكانة ووغررة. أحصلون بأنك خبر المعلوم بأسفنان لوقر وقفنان طلب هذه الأشياء. فإن يجب أن ينطل بإمكانك خفن المعلومات لأسفنانين. في سانلح الصغر هذه الأشياء التي تشعرون بإمكانك هذه الأشياء. Soعانة لوقر هذه الأشياء التي تشعرون جوابها الفترة. لقد يدعوه لقد كهم أيضا يلقوا على مديرل لقد تجاربت لقددت نبّاش تقنقل وقبلنا قال سارح اسم المسلم يأتي للأساس الناباش يقول سارح هو نفسه من الأذي ويطلق للمسلم الزباح حفية من الحرز ‫بيام نباش هم نمقل يابدي ‫كيلاب يشيرينشه ‫قبرنا اوصف ‫كفاننا أوغر لاشه ‫وزنه حرز ‫ذلك سفات نباشته هم طبع ليابدي ‫فتقطعيده على أحد القولين ‫نباش لهم قول كسيلده م되 ‫إذا كان أوغر لاجن كفان ‫تورد صلق على دينار ‫يتربتو ي inclون ‫مبلغه وغاوله ‫قيمته يكتلون بتوين لأن هذا كل شيء يجبع لا يوجد أن يتعلم هذا القيام إذاً لدينا لحظة اعتقد أن هذا الشكل ينصف الواقع لأن هذا الشكل ينصف الواقع ونصف الواقع قومي لوت هذا هو ثاني مثال وهو يجب حد الزنا على أحد الأقوال لوت يجب عمل أهداف احد أخوال وطلب إنه أخطلحي بعض العلماء ستخبرتك وكما يتحسل هذه الفترة من الاجئة لأنه لأنها تغيرتك لذلك يتحسل أي أشياء ومعنى لأنه يجب على مبتر الناس جبما يتحسل الاجئة لفتحسل في هذا المسألة يتحسل هذه القصرة إذن هذه أشياء العيجية هناك من المسألة نعم وفي هذه الاس مسألة لغتل مختلفة economist في هذه المbringen وسم له لم يتضيع الفكرة استESE حجات السابقة لغتل adding قيات الممت Jahat هناك لاهم مختلف للأراضية ولم أن نرم لمحول Mümi ل نجم على المرأةه ونب Tight о الحهادية membroكات الناسبة للمدفع هم سنتهي 또 أقساطها قياس بلان اوزم اصفات قلب نام كوش مزنكم بلنش سي ممكن ديابت وهو ما مشى عليه المصنف مصنف شن اختيار خيان لار وبه قال اكثر اصحاب الامام احمد واختاره ابن قدامى وبه قال بعض الشافعية وقد اومى الى ذلك الامام احمد رحمه الله في رواية الاسرم امام احمد هم شن اشاره خيان لار وقد ذكر له ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال الخمر ما خامر العقل امام احمد رحمه الله كان عمر رضي الله عنه نن الخمر ما خامر العقل خمر ديب اشا عقلني كتكزا ديگن وكا عقلني تصبويا ديگن نرسجا ايطلاد ديگن سوز نقل قلنجا بيطا قيل الله اي شيء يعني به امام رضي الله عنه بسوز بلان نمانم نزر دي تطيبت ديب امام احمد تن سوراليگن دا قال ما غيير العقل يعني خمر ديب تروب عقلني اوزگرترگن هرکن دي نرسجا ايطلاد شو مانا نوكزで تطيب تئعد ديب جابب يرادللللللللللللللللللللللللل2017 قيلي الله 648 جانيةو بيطا كل نبيتين خيرو العقل فهو خمرن demek هرکن دي شربت نبيز اگر اقلını اذكار Fatoll دا اذا اذكرvad servir مو ين فقط узن YouTubers اذا اذكر رکهم المو ringsنقررت عليه من격 يبدأ لغاية امام أحمد همنا يشارك الليغة لغتها قياص بلان صابت بولشه يمكنه إشارك الليغة قوله كقياس التصريف ايجوز ان تثبت الاسماو قياسا مثل قياس التصريف اسم لها قياص بلان صابت بولشه جايز خطت تصريف مسلسي بقياس كبه وهو القياس المعروف عند الصرفيين الصرفيين صرف علماء الناسيات قياسيات نظرات تتطور كقولهم إن العرب صغروا لإسم الثلات على فعيل مثلا العرب الثلاتي اسمهم تصغير اسم تصغير كليب إشلاتيشكا فعيل وزندا مثلا جملنا جميل تيانا مثلا كشين تيانا بأيت محصول إيجابا جميل ديس كتابنا كتايب ديس وهاكذا فيقاسو عليه كل إسم ثلاثي دمك هرقا دي سلاثي اسمنا تابسك ونا كشريتر محصول إيجابا فعيل وزندا صبك تورا اگر كأين مناشو كلمانا فعيل وزندا عرب لإشلاتيشكا إشلاتيشكا إشتمكا بسكا شنال لگا فانا بو قياس تيلات قياس صرفي وإن لم ينتقوا به ديابت اگر عرب لابن إشلاتمكا بسهم فيكون تصغيره على فعيل فيدل ذلك على جواز القياس يعني اسم لردى قياس جائز إيجان لغنى قياس بلا نسبات قل يأبت نمكا قياس قل يأبت قياس تصريفكا قياس قل يأبت خلاص توك ستما اسمنا ذكر قلشهد اسم فايل اسم مفهول اسفة مشبهه اسم زمان اسم مكان اسم آلات اسم لغنى اسم زمان اسم مكان اسم قياس اسم لغنى قوله ومنعه أبو الخطابي الحنفية وبعض الشافعية دمك بنا أبو الخطاب حنفي لار وبعض صافي مصحب المولار جائز ما استيش كان هذا القول الثاني وهو المنع وهو قول بعض الحنفية وأكثر الشافعية وفيه قال أبو الخطابي من الحنبلة ودليلهم ودليلهم شريات لغت قياس بلا لغت اسفتك بميدي ديجان لغن دليل لم يكن أن العرب إما أن تكونا وضعت الاسم لهما معن فلا قياس ولا ايشتكي عربلار يا شو إككلاس قيام شو اسم نقويشكن اگر إككلاس قويشكن قياس يوك لغا نقويشك يعني إنها قرار أغرق بليل عربلار قويشك ساريخ ديجان أراب لغن دليل إنها قائسة قويشك اوكذا قرار أغرق بليل وإنما هو أغرق منهم لا منا ديجب إنها قوش بلغن منهم لا منا اصلاحنا أغرق بلغن منهم وإما هذا المتحدث يوكي ساريخ ديجان اسمنا نامنا فقط كنوشا بز بلغان وغرغة كويشكا لكن نباشكا بو اسمنا كويما جانبوليشونك ويدي اكينش احتمال لواحد منهم فليس لنا أن نتعدى ونزعوم أنهما ضعوه للثاني ويدي اولا فقط بيتسجا كويجا بوست شو نامنا بيس كيبتر يو اكينش سجا هم شو نامنا كويامنز ديب يوكي شو نامنا كويشكا بيشي مزجا حقامز يوك او يحتمل أنه وضع لهذا أو ذاك فليس لنا أن نتحكم ديبتر يوكي 3. احتمال بوار عربلار ساريخ ديبان اسمنا يوشا عددتك أوغرغة يونا بباشك قويغان يوغن 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 اكا لستن برغة برينش قويغان اكينش سنة قياس قلامز ديشمز بو تحكم ديبان الحكم بغير دليل دايم تحكم سوزه الحكم بغير دليل ودللسيز حكم کلش والا ديبان ік blood اديهم görش او غير دليل القيام و ا medida في اسمنا خاطئه رغم كلها بطول 10. عزم من أصبح القياس اللغة عندما يتحدث عن هذا المسألة خلافنا نذكر قبوغا ناكي هذا المسألة برامبر أنفاعة بارما أولاً مثلاً سامراس يوضي دك في خطا لكن هذا المسألة سامراس بارما بعض علاموالا منا شو سامرا نذكر قلش هذا فائدة ذلك أن من يقول بقياس اللغة يسمي النبي ذا خمرا ويكون تحريمه بالنص ومن لا يقول به يحتاج في إثبات الحكم إلى القياس الشرعي ديبت لغتة قياس جائز ديجانلر قهد بأز مسألة ديبت لغتة قياس بلن كفايلانب مثلاً ديجلل وشأن نبيز لغت جهدنا مخامر ديب أتلاد ديسك الله سبحانه وتعالى ورسوله خامرنا حرام قيجان حق الدقي سوزلار همسه نمنيمه ازشيق آلاتي نبيز ديبه ازشيق آلاتي دمك نبيزن حراملغي خده عراقن حراملغي ديك نصب لن الله سبحانه وتعالى ورسول الله سبحانه وتعالى سابط بلن شرعي قيجانلر احتاج مزيق آلاتي نبيزن حراملغي اتلالي بلن سابط بلن بلن اما يوك قيجان بلن لغت سابط بمي ديسك خامر ديب فقط كنه شو ازم شرباتي گايتسك نبيزن یا اند شو خامرن حكمن برششن شرعي قيجان بلن شرطلر طور كيجان قيجانلر دمك بلن بلن حراملغي دي سابط بلن بلن نبيزن دي قيجان بلن بلن نصب لن من سنمز ديبت انا بو شو مسلانه سامره ساديبت لكي بو يام جود اهم نادر قوله هو الكلام هو المنتظم من الاسوات هذا البحث الثالث من ابحاث اللغة وهو تعريف الكلام و اقسامه والانتظام هو التأليف للأصوات المتوالية على السمعي اندو اوچنش بحس كوت لغتك تالو خلو اوچنش مسلا كلام نتعريفه ماتن صاحبن مدد لر الكلام هو المنتظم من الاسوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وهو جمع كلمة ديبار والانتظام هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع ديبت انتظام دان مقصد نما يكن يعني هو المنتظم من الاسوات ديبان هو المنتظم من الاسوات المسموعة المعتمدة على المقاطع هذا مقصد وشا مخارج الحروف المسموعة هذا قيد يخرج الحروف المكتوبة ديبت مسموعة ديش لكتان نما يوظل جان حرف لارنا اشخار واليابت بو قيد قوله المعتمدة على المقاطع هذه صفة للاسوات المعتمدة على المقاطع بو مسموعة جمس لما أصوات تأزغى صفات مسموعة بلانتصفات المعتمدة ايك انتصفات وليابت شندا شن ديما اكتصفات وليابت قوله وهي الحروف ديابت يخرج بهذا الحرف الواحد بالتحرف إسا بنا انشقت هذا مثل با وقاف لأن أقل الكلام حرفان شنك إن أصداء كلام اكتحرفتان يبارة بولا دي وقد حصا نحويون الكلام بما تضمن كلمتين بالإسناد نحو علماء الرئيسة كلامنا ما ديشكن بما تضمن كلمتين بالإسناد اكتا كلمة دان تركيب طبقا جملكة كلام ديدي البتا إسناد بولشكري مثلا ابتدا خبر في الفاعل دان إبارته بولشكري وذهب كثير من أهل الوصول إلى أن الكلمة الواحدة تسمى كلاما أكثر أصداء كلاما كلاما مجددا يعني أن الكلمة الواحدة تسمى كلاما فقط كلمة المخيطة تسمى كلاما لكن أكثر أهل الوصول يبارة كلاما كلاما مجددا كلاما يبارة كلاما وهو جمع كلاما إِنَّ الْكَلَامَ جَمْعُ كَلِمَةً وَهَادَ فِيهِ نَظَرُ يبارة كلاما مجددا كلاما تسمى كلاما مجددا مستر إسا جاملاً ميدي مستر جاملاً ميدي شنشن تورراغ كلمان جاماً كلم كلم كلمان جاماً لكن كلام بو مستر مستر إسا جاملاً ميدي قوله وهي اللفظ الموضوع لماعن قيد الوضع يقتضي الاختصاص بالحقيقة كأسد للحيوان دون المجاز كأسد للشجاعد حضر إتبار بيرلسا نمانة تعريفية قلتلار كلماناً كلامنا تعريفين بيرلسا كلمانة تعريفين ما ديلسا هي اللفظ الموضوع لماعنان دي برامبر ماناة ويشن قوي لغان لفظة كلمة ديلاد ديبت عند شاركات يبتكي قيد الوضع ديبت يعني اللفظ الموضوع ديبتكي الموضوع وضع دان آلنجان برن ديم شو وضع ديبتكي قيد چكلاو يقتضي الاختصاص بالحقيقة ما ديبتكي يقتضي الاختصاص بالحقيقة ديبتكي فقط كنا حقيقي مانا ديبتكي سوزجا كنا كلمة ديلاد أما مجاز دا إشلتلجان سوزجا كنا كلمة ديبتكي ديبتكي نرساك ببتكي اغر اللفظ الموضوع لماعنان ديبتكي برماعنان بهل ماعنان بشنكه يبتكي ديبتكي فقط حقيقتنا اوزينا نمقليبيبته تعريفة برقو يكادي بولاد وحالا كي مجاز حام وفي رامبر كلمة نمجازي مانا ديبتكي إشلتسيزان كلمة ديبتكي كلمة ديبتكي قيد الوضع يقتضي الاختصاص بالحقيقة كأسد للحيوان مثلاً أسد سوزه وشا حيوان المفترس يرتقش حيوانك قوي لغان مشهور هماموزقا معلوم مشا يرتقش حيوانك قوي لغان دمك اللفظ الموضوع للمعنى ديسك شو فقط كنا أسدنا حيوانما وشا بوزمز بلغان حيوانك إشلا تلساب بو كلمة دي لات دون المجاز كأسد للشجاع دي أما أسدن محلوان ماناسكو شجاع ماناسكو بعطر vanاسكو إشل بهي؛ بو بازد كلام ماناسيك چشميغاليه لأموزق له w prestس إسد لانه شجاع چون، الو حيوان المفترس حيوان المفترس هings بلغان الو ossوب أسد لأنه لغان بعد enthusiasts بقيم ليس لهذا ايسم المهم أصب المجاز المانا إشلت اللي ينسوز لير كلمة 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 يقال شكية تور كيل هذا ولو قال هي اللفظ المستعمل في معنى مفرط أجار شو كلمة تعريفة ده مفرط برمانان إفادة لششون استيمال قلنا ديغان لفظ ديغان ده هو الرحب العردة ديغت لكه أنا أجود ديغت يحش رحب العردة دماغا لأن الاستعمال أعم من الوضع فيشمل الحقيقة والمجاز شونك استيمال وضع واشتن باش برمانا ده كويش تنكلا ومميراق شون ده حقيقا نيام مجاز نيام بذيغت شكا على ده شناليا يعني مجاز هم استيمال قلنا يبت حقيقا نستيمال قلنا دمك استيمال ومميراق أما موضوع ده سيز وضع وفكات كنا حقيقا ديغش لي بقال هذا قوله وخص أهل العربية الكلام بالمفيد أي خص النحويون الكلام بما تحصل به الإفادة والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن من المتكلم السكوت عليه بحيث يقنع السامعة ولا ينتظر مزيدا من المخاطب لكن عرب طلق متحصص الله خص أهل العربية الكلام رأي في وقت الاحد بالأخت ما إلى مفيد أنه ن causa الضماني حصل النحويون القلامо بما تحصر به الفى نحو أهل أجار نحو شناس عالمي أجار كلام بيطة فقط نماني كوزة تشهد ما تحصل به الإفادة يعني اشتوك جمعاني اشتكن بيطة شو قناة تلانب لا ينتظروا مزيدا من المخاطب خطاقوا لكي أن آدم ارتقنا بشيئنا 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 قوله وَهُوَ الْجُمَلُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ فِيَلٍ وَفَاعِلٍ أَوْ مُبْتَدَىٍ وَخَبَرَ أي إن الكلام لابد أن يكون جملة دمك كلام بلوششن جملة بلوشكري إما فعلية مركبة يو جملة فعلية بلد من فعل وفاعل في الفاعل دان إبارة جملة فعلية بلد نحو جاء الحق وزحق الباطل أو اسمية مركبة مبتدى وخبر يوكي مبتدى خبر دان تارك طبيان اسمية بلد نحو الله وخالك كل شيء وَغَيْرُ الْمُفِيدِ كَلِمْ أَمَّا مُفِيد بُومَجَنَّ كَلِمْ دِيشَادِ أي أن غير المفيد لا يطلق عليه كلام كلام تبقى تلميد وإنما هو كلام وليس مراده أن الكلام خاص بغير المفيد لكن بندان كلم ديگان سوز فقط كنا مفيد بومجان جملة اعتلاد ديگان نرسيم كيف چخميد فَإِنَّ الْكَلِمَ يُطلقُ عَلَى الْمُفِيدِ وَغَيْرِهِ بَلْكِ كَلِمْ مُفِيد بُومَجَنْ جُمْلَقَيَمْ مُفِيد بُومَجَنْ جُمْلَقَيَمْ إِشْلَتِ لَوْرَدِ فَهُوَ أَعِمُّ مِنَ الْكَلَامِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بَعْنَا جَهَةً تَنْ كَلَامْ دَنْ كُرَى أُمُومِي رَاقْ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّا غَيْرَ الْمُفِيدِ لَا يُسَمَّى كَلَامًا لَكِنْ أَصَاسِي مُؤَلِّفِ مَقْصَدِ مُفِيد بُومَجَنْ كَلَامُ دَبْ اَتَلْ مِنْ جِمْ مُفِيد بُومَجَنْ كَلَامُ دَبْ اَتَلْ مِنْ جِمْ دمك ki, کَلَام فَكَتْ مُفِيد بُومَجَنْ جَا اَيْتِلَادِ جنالية Şimdi, حقیقا mecaz meselasını yeni derse kaldıramız سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ بِحَمْدِكْ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا عَلَىٰهِ اِلَّا عَلَىٰ اَنْتْ نَسْتَغْفِرُ وَنَتَوْبُوا اِلَيْهِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر